أبو لما عندك تعليق عليها أو نروح للموضوع الثاني؟ لا ما فيه أي تعليق بالعكس كل واحد من حقا يقول رايو ولكن إذا كان لي من إضافة خلني أتكلم على أستاذ فهد بن ناظر رئيس نادي الهلال هذا الرجل اللي يجب أن يأخذ حقه في فترة وجيزة قدم عمل كبير أعتقد أنه الآن أصبح أهم من وجهة ناظري أهم رئيس نادي مرة على الهلال خلال ثلاث سنوات حقق دوري أبطال آسيا مرتين دوري مرتين أيضا حقق بطولة أظن كاس الملك إذا ما خنتني الذاكرة هذا الرجل للأمانة بكل هدوء نموذج محترم وقدم كرئيس لنادي سعودي بعيدا عن ضجيج السابق بعيدا عن أي أنا لا أسيل أحد كل رؤساء الأندي على عيني راسي كلهم أقدرهم وحترمهم ولكن أنا أتحدث عن نموذج مختلف نموذج جميل فبالتالي من حق هذا الرجل أن يأخذ قيمته الحقيقية والمساحة التي يستحقها في نهاية الأمر أبو بدر يمكن في تصريح مرة على العلامة الهلالي مرور كرام للسادة فهد المدرج يعني الهلال موعود في بطولة السوبر قاب قوسينا وأدنى هي مباراة واحدة وسيأخذ البطولة السادسة في عهد فهد بن نافل ولكن فيه تصريح مر مرور كرام لم يناقش العلامة الهلالي وأنا أرى أنه إساءة كبيرة للهلال حينما يقول الأستاذ الذي أقدره واحترمه في هذا المدرج أنه أنا قلت لأستاذ فهد بن نافل أنه ترك لنا بطولة السوبر ذكاء لبطولة الهلال هذا إسقاط أنا لا أرضاه يمكن يمزح يمكن يمزح يا بو لا 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 خلني أكمل الجزئية المزح في هذه الأشياء تصريح رسمي وأنت في منصب رسمي لا يجوز أنا أفهم أنها إساءة للهلال معناته يرمي أن بطولات الهلال غير شرعية فبالتالي هي هنا ما نتحدث عن الزكاة هي تطهير فهذا أمر أنا لا أقبله على الهلاليين إذا الإعلام الهلالي دس رأسه باضطراب أمام هذا التصريح أنا لا أرضاه هو أعتقد قال صدق أصدقه إذا كان يقصد أبو بدر لا إذا كان زكاة حتى وصدقة كلها تطهير لكن إذا كان يقصد أن بطولات الهلال غير شرعية وهذه تطهير لها لا 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 هذه إساءة لكيان الهلال أنا لا أقبله صراحة إذا لم يمتلك العلام الهلالي الشجاعة لأنه يقول لا إذا فهمها إذا فهمها بهذا الشكل بس هم ممكن يفهموها بطريقة فيها حسن نواية أكثر ربما الهلاليين الهلاليين في الوسط الرياضي لا يجد لهم عقد نفسية يفكرون دائما بمنظور إيجابي ما يفكرون بهالأفكار والمؤامرات ولكن إذا كانت صدقة فالأقربون أولى بالمعروف يتصدق هلاب دوري أبطال آسيا للنصر عشان يكون عنده بطولة دوري أبطال آسيا ويتركها فرقة ثانية خلينا خلينا نذكر مداما نتكلم عن البطولات خلنا نذكر